شهدت مدينة سفاجة افتتاح مصنع مصر لبناء القطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بهدف توطين الصناعات البحرية وتشجيع الشراكة مع القطع الخاص جاء افتتاح مصنع مصر لبناء القطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجة المصنع الذي يقام على مساحة 9000 متر مربع يأتي نتاجاً لعقد الشراكة التي تجمع هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وهو مقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطع التقطيع، قطع التشكيل، وقطع البناء بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح سيسي تم تجهيز المصنع بالتكنولوجيا الأحدث عالمياً في بناء الوحدات البحرية المختلفة ما يدعم الجهود التنموية للدولة في ظل متطلبات الجمهورية الجديدة أعمال بناء وتجهيز مصنع مصر لبناء القاطرات تمت في وقت قياسي خلال سبعة أشهر فقط وذلك بالتوازي مع أعمال بناء أول قاطرتين بالمصنع بقوة شد 90 طن من إجمالي 10 قاطرات تعتزم الشركة بناؤها لصالح حيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة المصنع يساهم كذلك في تشجيع سياحة الإخوت وتطوير البحيرات المصرية ودعم البنية التحتية للمشروعات الخدمية وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها من المجالات التنموية وهكذا تتواصل استراتيجية قناة السويس التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول بتنمية وتطوير ترسانتها وشركاتها التابعة وذلك بالتوازي مع العمل على تنويع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالحيئة ترجمة نانسي قنقر